السلام عليكم وصفت لي هم بساطين وفي المتناول دي الجميع نتمنى يا ربي حتى الاقتراح دي اليوم إينا للإعجاب ديلكم الأخوات اللي كي بغوا تواصلوا معايا فمعلكم إلا أنكم تنوروني عبر الإنستغرام ديلي اللي غدي يطلع لكم حالا على الشاشة كنت واصل فقط عبر الإنستغرام أما الفيسبوك فأنا ما كان نزل في حتشي فيديوهات حاليا ندوز نشوفوا المقادر وطريقة التحضير وكيفما العداء فرجة ممتعة بسم الله على بركة الله غدي نحتاج مكونات ديال الكيك عندي ثلاث حبات من البيض ليستحسن أو ضروري يكونوا بدرجة حرارة المطبخ عندي كأس إلا ربع من السكر الخشن أي سكر سني دا ما يعادل 150 جرام قبصة ديال الملح لي ضروري لتعديل الضوك كيس من السكر المنسة بالفاني غدي نخدم هاد البيض جيدا مع السكر غرب الطراب اليدويس قدروا تستعمل الطراب الكهربائي فكيبقى لكم الاختيار من بعد غدي نزيد كأس إلا ربع من الزيت النباتية ما يعادل 120 مليلتر عندي كأس مملوء جيدا من الحليب ما يعادل 200 مليلتر غدي نخلي منه 1 ربع كأس قريبا 31 مليلتر غدي نحتاجه من بعد كيف مشاهدته معايا دا بغدي ننظيف النواشف غدي نجيب واحد المصفات لغدي ندخل في هالنواشف أي غدي نغربل في هالنواشف ديالي عندي 200 جرام من الدقيق الأبيض ما يعادل جوج ديال الكيسان من كأس ديال العنبة كأس ديال العنبة هو كأس شاي عادي الوزن دياله بالنسبة لدقيق 100 جرام أما بالنسبة لسوائل 180 مليلتر أنا الكأس ديالي عندي زيت شوية على كأس ديال العنبة فكنعتكم قياس ديال كأس ديال العنبة استعملت حد الآن 200 جرام من الدقيق الأبيض مع كيس من خميرة ديال الحلويات أي بيكين بودر الوزن ديال الكيس ديال بيكين بودر أي الخميرة ديال الحلويات ليستعملت أنا هو 15 جرام هنا زيت نصف كأس من الدقيق يعني في المجموع أنا استعملت أو احتاجت 250 جرام من الدقيق الأبيض سوف نحصل على القوام الخليط العادي سوف نقسم الخليط الى نصفين نضيف نكهات الفانيليا نضيف كاكاو استعملت 20 جرام نضيف كاكاو نضيف كأس الحليب نضيف كاكاو نضيف كاكاو نضيف كاكاو و لا اضيف كاكاو نضيف كاكاو نضيف كاكاو هنا بجاني اخواتي اتفادوها اخذت قمع بلاستيكي فرقت فيه الخليط كاكاو و استعملت قمع بلاستيكي الخليط فيه خليط الكيك بنكهات الكاكاو كنا نضيف هذا القلب كما يريد فر혹ا فى القلب حسنا سوف نستعمل هذا القلب اولى المول على شكل مستطيل القطر القلب اول المول اللي استعملت انا هو 35 سنتم على 25 سنتم سوف نكهات الفانيليا خليط كيك بنكهات الفانيب و النصف الاخر الخليط النقهات الفانيب نحن نضيف الكيك بنكهتين كاكاو وفاني كيف تضع لكم الصورة سننسى لأخواتين دخل الكيك الفرن الذي يوجد بارد في الوسط الفرن نضيف الكيك في الوسط الفرن ونشعل الفرن في الأول من الأسفل على درجة حرارة 180 درجة حتى تدوز 31 حتى 35 دقيقة لأن الطبقة مش غليطة غير رقيقة 35 دقيقة عاد نزيد ونشعل الفرن حتى من الأعلى حتى تتحمرنا يعني احنا كنعرف واغب لك الكيك اللي عنا بنا كهات الفاني غير لك التتحمر كنعرفو الكيك ديالنا الصبحت جاهزة سافين بعد ما خرجت الكيك ديالي من الفرن أخواتي كنخلي حتى تدفى شوية عاد كنحيدة من القالب دياله سوف نحايد له هاد الحشيات او هاد الحواف ديال الكيك باش يجيني الكيك ديالي الحواف دياله يعني معوط ويجي مستطيل معوط سافي هنا يا عندي الكيك بنكهة الفاني وهنا يا عندي الكيك بنكهة الشوكولاتة او بنكهة الكاكاو سافيك نحاول غير نعوط المستطيلة ديالي بجيوني قد بعطيتهم بالنسبة للكريمة أخواتي غادي نحتاج 300 مليل لتر من الحليب زائد 30 جرام من بودرة ديالنشا اي نشد دراء اي ميزينة وتمك عندي 60 جرام من السكر الخاشين اي سكر ساندة ما يعادل 3 ملاعق كبار كان فرقت 300 مليل لتر ديال الحليب ديالي ما يعادل واحد كأس ونصف كيفما شاهدته معايا في واحد الإناء زيت للسكر سكر كيبقى على حسب الضوغ أخواتي وكذلك ديك 30 جرام من نشد دراء اي ميزينة ما يعادل واحد ملعقة ونصف كيفما شاهدته معايا وديك الملعقة ديال الزبدة اللي شاهدته معايا حتى الآخر عاد غادي نضيفها كان خلط الخليط ديالي مزيان عاد كناخد الإناء ديالي فوق نار متوسطة مع الاستمرار في التحريك حتى كتعقد لي الكريمة ديالي كان حايدا فوق النار وضيفت لديك الملعقة صغيرة من الزبدة سوف نفرغ هذه الكريمة حتى نقص معايا إلى قسمين لأن واحد النصف غادي نضيف له كيس من المنسم بالفاني كيس من السكر المنسم بالفاني باش نحصل على الكريمة بنكهة الفانيليا والنصف المتبقي من الكريمة غادي نضيف له الكاكاو والشوكولاتة باش نحصل على الكريمة بدوق الشوكولاتة هنا استعملت ملعقة متوسطة من بودرة ديال الكاكاو الخام معي عادي الواحد الخمسطاج الجرام فبالنسبة الكاكاو كيفما شاهدته معايا أنا تقسمت معاكم العلبة ديالو الأخوات اللي عايشيننا في اسبانيا دائما كيبغوني نتقسم معاهم نوعية ديال الكاكاو اللي كنستعمل وانا هاداكو النوعية اللي كنستعمل كناخده من ميركادونة هني كذلك زيت 30 جرام من الشوكولاتة السوداء ما يعادل واحد ثلاثة ديال القطاع كيفما شاهدت معايا الكريمة ديالي وكن خدم الكريمة ديالي مزيان أخواتي وهي باقة صاخنة يعني ديالي الشوكولاتة غادي تدوب فقط غير في الحرارة ديال الكريمة سافي غير كدوب دياليك الشوكولاتة كان فرغ الكريمة ديالي في إيناء آخر وغادي نغطي الوجه ديال الوجه ديال الكريمة ديالي بالبلاستيك غدائي ب حيث يعني اللسقه البلاستيك غدائي في الوجه ديال الكريمة باش ما كتعملناش يوح القشراء من بعد واندخل الكريمة للتلاجة ضروري هادا الكريمة تخصومي بردوء جيدا هني غادي نحتاش كذلك أخواتي 300 ميلي لتر من الكريمة السائلة اي كريمة ديال الخفق او ناطا برامونتار انا استعملت كريمة سائلة لكتكون حلوة يعني فيها السكر ديالي اذا استعملت انتم كريمة الخفق لكتكون بدون سكر فغادي اضطروا انكم تزيدوا السكر على حسب الضوء ديالي سكر ناعم يعني سكر سقيل ضيفوه للكريمة ديالكم وطربو الكريمة جيدا الكريمة اخواتي ضروري خصواتكم باردة جيدا عدك نطربوها هني رجعت خرجت هاد الكريمة اللي عندي بنك هات الكاكاو من الثلاجة ضروري خصواتكم باردة كان عود نطربها مزيان بشك يرجع القوام ديالكريمي على هاد الشكل اللي غادي تشاهدوا معي على هاد الشكل هادا غادي نجيب الكريمة ديال الخفق اللي كنت طلعت ان استعملت فقط 300 ميلي ميلي لتر ديال الكريمة الخفق غادي نقسمها على النصف يعني النصف غادي نكهو بالكاكاو والنصف المتبقي غادي نضيف له الكريمة اللي عندي بدوق الفانيليا هني كنضيف هاد الكريمة اللي حدرت معكم بالكاكاو الكريمة ديال الخفق وغادي مدى نخدمها غير بشوية اخواتي باش منطيحش الكريمة ديالي ما تنزليش غير كندخل هاد الكريمة مع بعطيتهم من بعد كان استعملت طرره بالكهربائي وكان عاود نطرب الكل جيدا كتا كنحصل على واحد الكريمة فالقيقل حقا في حلا موس ديال فحلا موس هنتم تكون عقدة ولي دا متشبعوشي من هاد الكريمة هاد تقدروا طبعا تستعمل اخواتين كهواحدة اذا بغدو تستعملو غي كريمة بنك هاد الشوكولاتة فاستعملو غي الكريمة بنك هاد الشوكولاتة كذلك اخواتين نفس طريقة كان خرج الكريمة اللي عندي بنك هاد الفانيليا كان طربه مزيان حتى كيرجع القوام ديالي كريمي عاد كنضيفا النصف المتبقي ديال الكريمة ديال الخفق اللي ام آآ ليه طلعت نضيف الكريمة كاملة و نضيف المكوناتين و نضيف الكهربائي و نضيف الكريمة و رائعة جدا و نكهات الفانيليا نضيف الكريمة في قمع بلاستيكي و نسرح فوق الكيك و نضيف الكريمة و نضيف كيك واحدة و نضيف الكريمة و نكهات الفانيليا كيفما اذكرت معكم كنسقي الكيك ديالي انا حضرت السيرو فقط استعملت واحد كأس ديال الماء مع نصف كأس ديال السكر وشريحة ديال الليمون وضعتهم على النار حتى بدأوا كي يغليهم زيال من بعد استعملتو كسيرو اللي غد ينسقي به الكيك ديالي تقدروا تستعملوا اي عصير اخواتي وسقيوا به الكيك ديالكم او الحليب اللي بغيتو هني كنوضع طبقة ديال الكريمة اللي عندي بنكهة الفانيليا انا استعملت كيفما اتكرت معكم قمع بلاستيكي كي سهل اخواتي اذا اذا توفرتوا على القمع بلاستيكي او لهاد الجيب حلواني فعملوا الكريمة ديركم غد جيكم ساهلة انكم توزعوها طبقة التانية ديال الكيك اللي غدي سقوم بنكهة الفانيليا حتى هي كنسقيوها هنتم شاهدوا معايا كنسقيها مزيان بديك سيرو وغدي نوضعها فوق الكيك ديالي فاي اخت مبتدئة فكنضل كيك ساهلة اخواتي يعني اي واحدة غدي تقدر تحضل كيك ديالا اي مناسبة بغيتو انتم الاحباب ديالكم يعني طريقة اللي هي سهلة كذلك اخواتي غدي نوضع طبقة ديال الكريمة اللي عندي بدوق الكاكاو او بدوق الشوكولاتة غدي نوزعها بهذا الطريقة هدي وغدي ناخد واحد سبطولة وغدي نحاول نوسع او نسرح هذه الكريمة لاني بغيت اتجي واحد طبقة اللي هي متساوية ما بغيتش تجيني يعني هيدك تموجات اللي بغيت اتجيني متساوية باش غدي نزيل الكيك ديالي خديد فقط بيبيتاس ديال الشوكولاتة او حبوب الشوكولاتة زينوا باللي بغيتون تماما انا كنقتراح عليكم اقتراحات لي سهلة يعني بلما مدوا ندوبوا شي شوكولاتة ولا شي حاجة اذا توفرتوا على هكي حبوب ديال الشوكولاتة زينوا الوجه ديال كيك ديالكم وكذلك عندي هنا يالفغميسيل او لهذا شعرية ديال الشوكولاتة حتى هي غدي نزيل نزيل بيها باش يبقى شي فراغات غدي نعمرهم بهذا الشعرية ديال الشوكولاتة وكيجيت تزين مزيون فكنتمنى التزين ديالي كنا الاعجاب ديالكم سوف يكون الشكل نهائي ديال الكيكة اليوم على هاد الشكل هذا نتمنى يا ربي الكيكة اليوم ما تكون نالت الاعجاب ديالكم ونات الاستحسان ديالكم ضروري ما نقطع معكم قطعة باش نشاهدوا الكيك من داخل كيفش كيجين طبقة كيجين مع وطنين مزيونين فكيف ما اذكرت معكم في الاول ديال الفيديو الاخوات اللي كيبغوا تواصلوا معايا شاركوا معايا التطبيقات ديالون فمعليكم ايد لانكم تنوروني عبر الانستغرام ديالي اللي غدي يطلع لكم مرة اخرى على الشاشة انا كنتواصل الاخواتي فقط غير في الانستغرام اما الفيسبوك باش ديال الفيسبوك ديالي فانا ما كان نزل عليها حتشي فيديوز قليل اخواتي اي صفحة كتاخد الفيديو الديالي وكتبرتجهم او كتنشرهم في الصفحة دياله فاشغاد ينقلكم لا حول ولا قوة الا بالله فاحت هذا عمل اخواتي كنشقو عليه ورب اللي عالم وكنتعب عليه وكيجي واحد اخر كياخد برده احت هذا يعني كتماء سرقة كتاخدوا فيديوز وكتبرتجهم في الصفحة ديالكم فلا حول ولا قوة الا بالله انا اي صفحة بالاسم ديالي في فيسبوك او فيديوز في فيسبوك فانا غير مسؤولة عليهم فاسمحوا لي اخواتي اذا كنت طولت عليكم الفيديو ديالي احتل هنا وغادي يكون سلام احبكم في الله حتى الفيديو لمجه ان شاء الله تهلا وليفرسكم واسلامة